موسيقى قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن روسيا سحبت أنظمة دفاع جوين رئيسية من سوريا وبعض القوات من سوريا لتعزيز حربها في أوكرانيا مشيرة إلى أن ذلك قد يغير حسابات إسرائيل بشأن ضرباتها في سوريا أو تسليح أوكرانيا مؤشر آخر على تعثر حرب بوتين في أوكرانيا يدل عليه خطوة روسية في سوريا تنقل صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين كبارا قولهم أن روسيا أعادت مؤخرا نشر عتاد وقوات عسكرية مهمة وحساسة من سوريا مشيرنا إلى أن ذلك يؤكد كيف أدى الغزو المتعاثر لأوكرانيا إلى تراجع نفوذ موسكو في أماكن أخرى من العالم المسؤولون الثلاث وهم دبلوماسيون غربيون رفيع المستوى ومسؤول دفاعي إسرائيلي كبير أوضحوا أن التحرك الروسي شامل نقل قادة عسكريين من سوريا وتقليص مشاركة روسيا في إدارة العمليات في سوريا ومنها التنسيق العسكري مع إسرائيل سبق هذه الخطوة سحب الجيش الروسي أيضا لأنظمة الدفاع الجوي إس ثلاثمائة أواخر شهر آبا الماضي ونشرها في البحر الأسود بسبب الحرب الأوكرانية فضلا عن سحب وحدات من فوج مظليين مائتين وسبعة عشر من سوريا للمشاركة في تلك الحرب يرى المسؤولون الذين نقلت عنهم نيويورك تايمز أن هذه الخطوة الروسية أدت إلى إزالة أحد القيود الرئيسية على الجيش الإسرائيلي في سوريا إذ مر شهر دون غارات إسرائيلية في سوريا للمرة الأولى هذا العام أثار ذلك تساؤلات حول الأسباب صحيفة يدعو تأحرانوت نقلت عن مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية تأكيدها على أنه لم يطرأ أي تغير على النهج الإسرائيلي في سوريا لكن ببساطة لم يكتشف الجيش الإسرائيلي نشاطا غير عاديا في المنطة خلال الأسابيع الأخيرة مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي ضغط من روسيا لوقف الهجمات وأن التنسيق معها مستمر لكن تقول صحيفة نيويورك تايمز أن الانسحاب الروسي الأخير من سوريا قد يغير حسابات إسرائيل بشأن ضرباتها في سوريا أو تسليح أوكرانيا حول هذا الموضوع معنا المحلل العسكري والاستراتيجي إسماعيل أيوب مباشرة من عمان ومعنا دكتور نصر اليوسف الباحث السياسي والخبير في الشأن الروسي من موسكو أبدأ من عمان ما معنى هذا التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن سحب أنظمة دفاع جوية روسية من سوريا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحيي لك وضيفي الكريم والسادة المشاهدين أنا أنظر كعسكري للموضوع لأنه أمر ثانوي لعدة أسباب أولا كمية وساط الدفاع الجوي الروسية في سوريا محدودة ثانيا روسيا دولة يعني ثاني دولة أظمى منتجة للسلاح في العالم ولديها العديد من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة والموجودة أصلا في روسيا يعني بكثافة أو بأقرب نقلها من سوريا اثنين يعني ليست روسيا بحاجة إلى العتاد الموجود في سوريا لحربها في أوكرانيا أعتقد أن هذا التقرير يأتي ضمن الضخ الإعلامي والأمريكان أو الغرب متفوقين جدا على الروس بالحرب الإعلامية لدرجة حتى أن الرئيس الروسي اعترف بذلك لذلك يعني فكرة أن روسيا فقدت عدد كبير من أسلحتها وأنها احتاجت السلاح الموجود في سوريا إلى هناك هذا أعتقد أنها بربغاندا علامية لكن نستطيع أن نقول أن تحجيم الوجود الروسي في سوريا ضرورة روسية بسبب توتر علاقات أولا معلويات التحدي الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا ثانيا بسبب توتر علاقاتها مع رئيس وزراء الإسرائيلي لابيد الذي في زياد بايدن أدان الهجوم الروسي على أوكرانيا وأنحاز إلى أوكرانيا ومن هنا بدأت تظهر على سطح الخلافات الروسية الإسرائيلية مع العلم أن التنسيق العسكري والتنسيق الجوي ما زال حتى الآن قائم في الجوء السورية لكن هذا ماذا أدى؟ أدى إلى أن تقوم روسيا بسحب منظومات الثلاثمية الموجودة كانت في مصيافة في منطقة التيفور إلى مطارح ميميم بعد أن ضربت إسرائيل أحد هذه المحطات أيضا تجميع بعض النقاط من دير الزور في نقطة واحدة وتجميع بعض النقاط موجودة في حلب في نقطة واحدة يعني قلص الروس من مساحة توجدهم العسكري بسبب التوتر العسكري بينهم وبين إسرائيل لأن إسرائيل تقوم بضرب أهداف أحيان تبلغ استولغ روسيا بأنها ستقوم بضرب أهداف لكن تقوم بضرب أهداف على نطاق أوسع وهذا يشكل إحراج روسيا أمام حلفائها الإيراني والسول حسب نيويورك تايمز هذا الصحب للعتاد ولمنظومة الدفاع الجوية الروسية منظومتين هو عائد إلى حاجة بوتين لتحقيق نصر في أوكرانيا المسألة ليست فقط مسألة إسرائيل ومسألة توتر العلاقات بين الجانبين في الفترة الأخيرة وهنا أريد أن أنتقل إلى ضيفي دكتور نصر دكتور نصر يبدو أن بوتين بوضع حرج جداً بأوكرانيا حتى يستدعي هذا العتاد العسكري من سوريا مساء الخير ساذة ألاء لكي والي الضيف الكريم أسمع نفسي في صدى كبير جداً طيب دكتور نصر هل استمعت للسؤال؟ نعم استمعت السؤال لكن مزعج جداً الصدع على كل حال كما تفضل ضيف أنا أشاطره رأيها هناك نوع من البروباغندا والضخي الإعلامي وعندما نريد أن نضع أمراً غير مثبة من أي طرف نقول استناداً إلى أطراف رفضت الإفصاح نهويتها وما إلى ذلك أنا أولاً أشكك بهذا الخبر ثانياً أنا لا أستبعد أن يقدم الروس على سحب عدد من القوات وخاصة القوة البشرية إلى روسيا ومن ثم زجها في المعارك الدائرة مع أوكرانيا هذا أمر منطقي لأن الحرب هي الحرب ونحن نعرف أن في 21 سبتمبر الماضي شهر أيلول الماضي على الرئيس بوتين التعبئة الجزئية هذا يعني أن الجبهة أو العمليات العسكرية بحاجة إلى مزيد من القوة البشرية وفيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي سواء S-300 أو غيرها يعني أعتقد أن الجميع يعرف أن لدى روسيا منظومة واحدة S-400 وهي مخصصة لحماية قواعدها في حميمين وطرطوس وهذه يعني يعرف كل خبير عسكري أنها تغطي 600 كيلومتر قطر 600 كيلومتر وهذه أنا أعتقد لن يقدم الروس على سحبها من سوريا في المستقبل منظور لأن العلاقات متوترة مع الغرب وهناك تحديات وتهديدات يمكن أن تتطور وبالتالي وجود قوة جيدة في حميمين وطرطوس قوة جوية وقوة بحرية هذه تفيد كفزاعة في خاصرة الأوروبيين في المشرق العربي في الشرق المتوسط وجنوبه أنا أعتقد أن هذه التقارير ليست دقيقة مع العلم أن هناك أيضا مصادر أوروبية كانت قد تحدثت عن ذات الفكرة سابقا هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها مثل هذه الأخبار في الصحص الغربية والأمريكية دكتور نصر نعم انتشر هذا الخبر في مايو الماضي في أيار الماضي نحن أعتقد على قناتكم الكريمة كذلك ناقشنا هذا الموضوع وعلى كل حال القوة البشرية أنا لا أستبعد أتفق ويمكن سواء كان هذا التقرير مسند وبأسماء الخبراء الذين يزعموا أنهم أدلوا بآرائهم أو لا حتى لو كانت القوة البشرية تم نقلها أو تم نقل بعضا منها طبعا مع التأكيد أن العناصر العسكرية الروسية في سوريا عددهم ليس بالكبير لكن منظومات الدفاع التي تبقت والتي سلم بعضها للنظام كيف يمكن أن تستخدم مع غياب العنصر البشري الروسي في سوريا حاليا؟ أستاذ علاء أنا أعتقد على ثقة ومعرفتي بالروس وبطريقة عملهم وسبق لي أن خدمت في الجيش السوري وعاشرت الخبراء الروس مدة سنتين ونصف خبراء العسكرين الروس أنا أقول لك في حميمين وفي طرطوس هذه الأسلحة وخاصة القوة الجوية وليس القوة البشرية القوة الجوية كطيارين وكأسلحة وكطيارات ومنظوم الدفاع الجوي أنا أعتقد أنه أو أستبعد تماما أن يتم سحبها لأن هذه نقطة عسكرية متقدمة في الجبهة المفتوحة نعرف أن بين اللاذقية وبين أوروبا الخصم حاليا أرض مفتوحة هناك بحر وسماء ليس إلا وبالتالي وجود هذه القوة ضروري لروسيا وليس لسوريا هذا السحب بالعودة إلى عمان مع سيد اسماعيل سيد اسماعيل الصحيفة تتحدث عن أن هذا السحب فيما لو كان صحيحا سيجعل إسرائيل أكثر حرية في سوريا كيف ومن أي منطلق برأيك من الناحية العسكرية يمكن أن يترك هذا مزيدا من الهوامش لإسرائيل في سوريا أختي كريمة من الطبيعي جدا أن إسرائيل تتضايق من نشر منظومات دفاع جوي حديثة في سوريا مثل النظام الآن يمتلك البانسير S1 و S2 ويمتلك البوك 1 و البوك 2 وهي منظومات قديمة على مستوى الروسي لكن على مستوى الساحة السورية منظومات تعتبر متطورة ويمكن أن تعيق تحرك الطيران الإسرائيلي 2 بطريتين S300 كانت هي ملك لسوريا لكن حتى الآن لم تسلم قيادتها روسيا وهذا اتفاق مع إسرائيل هذه المنظومات تؤثر على حرية الطيران الإسرائيلي لكن أنا أقول ومنذ سنوات طويلة على أزمة السورية أن وجود الروسي في سوريا بالضرورة لا يعيق حرقة الطيران الإسرائيلي وهناك غرفة عمليات مشتركة بين مقر قيادة الكرمل في حيفا وبين مطار حميميملي عدم وجود أي احتكاك عسكري واحتكاك عام 2018 عندما سقطت الطير اليوشن 20 الروسية كادت أن تطيح بالعلاقات الإسرائيلية الروسية لذلك بدء انهيار علاقات الروسية الإسرائيلية وسوء هذه العلاقات نتيجة تصريحات لابيد ودعمه لأوكرانيا ما تزال حتى الآن غرفة هذه العمليات شغالة ولا تستطيع روسيا لا تستطيع منع إسرائيل من التحليق فوق الأجواء السورية لأن إسرائيل كما تعلمون لديها سلاح طيران قوي جدا لديها ثاني أفضل منظومة تشويش في العالم حرب إلكترونية لديها حليف اسمه أمريكا واسمه أوروبا وبريطانيا وبشكل أو بآخر روسيا كانت داعمة لإسرائيل وكانت كل زعماء الروس يقولون نحن مهتمون بأمن إسرائيل وهم لم يأتوا هنا لمنع الطيران الإسرائيلي لذلك الطيران الإسرائيلي يعمل بحرية تامة وعندما يعمل يكون الطيران الروسي على الأرض وتكون الدفاعات الجوية الروسية مسيطرة عليها ولا يؤدي هذا الاحتكاك عسكري لذلك هذا الأمر لا أعتقد أن يعني يفلت من عقاله لا أعتقد أن روسيا ستسلح لمساطة دفاع الجو على الطيران الإسرائيلية وأن لا سيؤدي ذاك الاحتكاك عسكري سيد اسماعيل أيوب المحل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك أشكر لباحث السياسي والخذير في الشأن الروسي دكتور نصر يوزي كان معنا من موسكو سوريا اليوم انتهى إلى اللقاء